فرصة مسؤولة وموثوقة القيادة العراقية تضع مشروع طريق التنمية على أجندة الاستثمارات الروسية المشروع الجامع لكل محيط وادي الرافدين وصولا إلى أوروبا ودول القفقاس يشكل أهمية ستراتيجية لموسكو الاستثمار في سلاسل التوريد المرة من ميناء الفاو هدف صناعتي التعدين والقاطرات الروسية روسيا لديها استثمارات الآن تصل 19 مليار دولار وهي مختصة لديها ميزة كبيرة عن بقي الدول العالم في صناعة القاطرات وتمتلك مناجم الحديد واسعة وكبيرة وممكن الاستفادة منها في طريق التنمية لأن طريق التنمية هو مجموعة استثمارات عديدة موجودة من ضمنها محطات ومعامل مدن صناعية ومدن سكنية خطة الفريق الحكومي المتعلقة بمشاركة الدول الصناعية الكبرى في طريق التنمية تستند على رفع معايير الإنجاز للبنى التحتية للمشروع نتطلع إلى أيضا الدخول في صناعة السفن على تبارى أن العراق يحاول أن يربط أنتاج قارة أفريقيا والاتحاد الأوروبي بآسيا فإيجاد منظومة متكاملة من السفن والقطارات الذكية من الممكن أن تساهم أيضا بالتنويع الاقتصادي ضمن البيئة العراقية إيجاد ترابط عملي بين دول الشرق الأوسط والعالم ستراتيجية تعتمدها بغداد لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ طريق التنمية حجم الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشروع مكاسبها المتوقعة عالية حزم الشرق العراقية الإخبارية بغداد